بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام لزيارة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وإذا حججت ولم تزر علم الهدى كنت ما أجفاكا يقول البعض بأن زيارة النبي ليست من الأركان نعم أوافقك الرأي ولكن أليس من باب الأدب مع من علمك الأركان أن تزوره وأن تسلم عليه لا بد من زيارة رسول الله أدخل إلى الروضة الشريفة وسلم على الجناب النبوي المعظم قل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيعنا يوم نلقى الله سلم عليه بأدب جم سلم عليه باحتشام واحترام سلم عليه بتؤدة وسكينة وخضوع سلم عليه ولا ترفع صوتك عنده لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لأن الله علمنا الأدب معه فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ادخل من باب السلام وامشي بأدب واحترام وسلم على خير الأنام وقل إلهي إنني في ذا المقام أمام السيد السند الهمام بسطت يدي أدعو بالسلام لكل المسلمين على الدوام وقل لقد نلنا المنا لما وصلنا وبالإدناء منك لقد وصلنا فيا رباه بالغفران وصلنا وزورنا حبيبك على الدوام بعدما تسلم على الحبيب الشفيع توجه جهة اليمين قليلا وسلم على صديق الأمة الأكبر تجد مكتوبا على المقام الشريف هنا السلام على أبي بكر للصديق سلم عليه قل السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا سيدنا أبا بكر جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ثم توجه قليلا جهة اليمين وسلم على فاروق الأمة عمر قل السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاروق الأمة يا عمر يا ابن الخطاب جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وادعوا الله لأصحاب رسول الله وسل الله وأنت هناك أن يحشرك الله معهم حتى وإن لم تعمل بعملهم ولا حرج ولا مانع أبدا أن توصل السلام من كل من حملك السلام قل يا رسول الله فلان يهديك السلام فلان يقرئك السلام ثم اخرج بأدب جم من باب البقيع أو من باب جبريل وتوجه لزيارة أهل البقيع هذا البقيع فيه أصحاب رسول الله وفيه من يموت بالمدينة المنورة يدفن فيه وكان أحد الصالحين يدعو ربه ويقول إلهي نجنا من كل سوء أنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع واحرص أنت في المدينة أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف ويا حبذا إذا كانت الصلاة في الروضة الشريفة هذه الروضة التي بين المنبري وبيت النبي قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة وقال في رواية أخرى ومن بري على حوضي وقال في رواية ثالثة ومن بري على ترعة من ترع الجنة هذه الروضة تشهد لكل من صلى فيها هذه الروضة قطعة من قطع الجنة هذه الروضة المباركة مشى فيها رسول الله وجلس فيها رسول الله وصلى فيها رسول الله فكن كرسول الله وكأصحاب رسول الله بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك بالغداة وبالعشي لعلك أن تمس بوجه حر مكانا مسه قدم النبي اللهم ارزقنا زيارته والسكن في مدينته والموت فيها والدفن فيها يا رب العالمين اللهم أمين وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته